علاقة المجمع بالنظام السابق سواء كان بالحركة الإسلامية أو بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أو حتى برئيس الجمهورية بشكل مباشر هو طبعا من الأكاذيب التي روجها الوزير في كلامه العيي الذي نشره بالأمس وهذا الوزير دائما يعني أنصحه وأقول له يا أخي لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وهذا المنصب سيزول عنك ولولا هما عرفتك يعني لولا هما عرفك الناس ولا سمعوا بك أصلا فما ينبغي أن تستطيل بلسانك في ناس قد عرفوا بفضلهم وعلمهم وسعيهم في تبصير الأمة وبعضهم هو منك بمنزلة الوالد فهذا أمر يعني حقيقة الإنسان يأسف له ويأسى له أثر عظيما لكن حتى لو كانوا بمنزلة الوالد وهم كانوا أعوال للظالم لو كانوا يبين هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فتاوى موجودة ومعلومة بالنسبة لتبعية المجمع لرئاسة الجمهورية إنما هذا كان من باب الترفيع للمجمع وليس هذا بغريب الآن في بعض البلاد توجد دار الإفتاء أو توجد هيئة كبار العلماء أو توجد أو مثلا حتى في مصر قضية شيخ الأزر مباشرة تابع لرئاسة الجمهورية كي تكون استشارتهم لها موضع القبول عند المزراء وغيرها هذا من باب إنزالهم منزلتهم والناس أيضا لا تستغرب وجود كان هناك مجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وكان مرتبطا برئاسة الجمهورية ووحدة تنفيذ السدود نعم وغيرها فهذه واحدة الشيء الثاني بأن من الأكاذيب التي قيلت في كلام الوزير بأنه شكل المجمع من كافة الأطياف بعدما كان حكرا هذه كثبة بلقاء فإن مجمع الفقه الإسلامي في دوراته السابقة كان فيه الصوفي والسلفي والحركي ومن لا ينتمي لواحدة من هذه الطوائف كلها ألأ أي أساس كان يتم اختيار الدعاء والعلماء؟ كان المفروض بأنه على حسب رسوخهم في العلم وعطائهم الدعوي والعلمي وهو واضح الأسماء التي ذكرت أسماء كبيرة ومعروفة في السوداء نعم أسماء كبيرة ومعروفة بعضهم خبراء يعني مثلا البروفيسور حسن أبو عائشة هذا الطبيب النطاصي البارع الماهر الذي تشهد له الدنيا ما قيمة أن يكون منتميا إلى فصيله كذا أو إلى فصيله كذا وعلمه يشهد له وقص على ذلك يعني غيره من حتى ذكرت أسماء بعض النساء في عضويات المجمع؟ نعم يعني ما كانوا أعضاء؟ كانوا أعضاء يعني مثلا بعضهن في القضاء بل أنا أقول المجمع ليس تخصص شرعي فقط أعضاؤه هؤلاء الذين لا هو هناك المتخصصون شرعيا وهناك المتخصصون في العلوم التطبيقية كالطب أو الجيولوجيا أو العلم الاجتماع وما إلى ذلك وهؤلاء أشبه بالخبراء بالخبراء الذين يستعانوا بهم في كثير من الأمور وبالتالي كانت علاقة المجمع مرتبطة برئاسة الجمهورية لا تتبع لي الحركة الإسلامية التي كانت هناك أبدا أبدا وليس لها علاقة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم أبدا مآل الله